السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذي وصفاه قائلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والذي وصفاه قائلا ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك صلى الله عليك يا رسول الله يا علم الهدى والذي وصفته السيدة خديجة عليه السلام قائلا حينما نزل عليه الوحي وجاءها يرتجف ويقول لها دثريني دثريني قالت والله إن الله لن يخزيك أبدا لأنك تصل للرحم وتقرد ضيف وتحمل الكل وتعين المحتاج وتعين على مصائب الظهر هذه كانت أركان شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم المجتمعية قبل أن يبعث والذي جعل الله سبحانه وتعالى فرضية طاعته من فرضية طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فهذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم علم الهدى وقائد الغر المحجلين وأمام المرسلين صلى الله عليه وسلم أين نقف منك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الفضيل يوم ميلادك إذا طلع علينا الرسول اليوم صلى الله عليه وسلم فلن يعرف أمتها لا في الشكل ولا في القول ولا في الفعل ديننا أصبح دينا فلكلوريا قام قال الدكتور راتب النابولسي دين شكل لبس كحل إلى آخره ديننا أصبح دينا شعائريا فقط نصلي ونقيم الليل بآلاف الرقعات ونحفظ القرآن ولا نعمل به أنا نقف منك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا يوم احتفال بمولدك فلا احتفالنا بك في نشيد أو قصيدة أو خطبة أو حفلة أو زي أو راية أو مزهرة أو طعام أو شراب هل هو هذا الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقف منك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشك بعضنا في بعض ويكره بعضنا بعض ويبغض بعضنا بعض ويتحالف بعضنا مع أعداءنا على البعض الآخر ويتحالف مع الشيطان على البعض الآخر ويغتصف بعضنا حقوق بعض وأسرق بعضنا مقدلات بعض ثم يقتل بعضنا البعض الآخر هذا هو الاحتفال أو معنى الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أقف منك الآن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوريا سوريا البلد التي فيها من النازحين ما ليقل عن سبعة مليون ومن اللاجئين ما ليقل عن ستة مليون ومن القتل ما ليقل عن نص مليون الى آخره الى آخره الى آخره ها في حلب في دير الزور في الرقة في كل هذه المدن أنا في حمص أين نقف منك إذا اقتلع علينا الرسول صلى الله عليه وسلم في سوريا أين نقف منك يا رسول صلى الله عليه وسلم في اليمن في صنعة في تعز في الحديدة ها أين في عدن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكتر من عشرين مليون جمني يموتون من الجوع والمرض والقهر أن نقف منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراق شامة الأمة العربية وشامة الإسلام والمسلمين ثلاثة أو أربعة مليون نازح من الموصل من تكريت صلاح الدين الأنبار أنا نقف منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن بكاملة دمرت في سوريا وفي الهرق أحياء كاملة كاملة دمرت إذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الموصل أو إلى حلب أو إلى الرقة أو إلى دير الزور أو إلى أماكن كثيرة في اليمن هل سيعرف أن هؤلاء هم المسلمين آه نحن منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ميلادك من من؟ من تشاد وجمهورية وسط أفريقيا وأفغانستان وأريتريا وميانمار مليون من أقليم الروهينجا خرجوا إلى بنجلديش لم نعيرهم أي اهتمام إلا أكل شرب نيم إيه؟ لبس الصومال جنوب السودان كونجو الدموقراطية من كل هؤلاء الملايين أو عشرات الملايين في يوم ميلادك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نحن منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ننفق المليارات على ماذا؟ على اليخوت والحفلات والسباقات الخيل والهجن والعربات الذهبية والعب الكرة والأندية والمسابقات والغناء والرقص والأفلام والدراما أين نحن منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخداع يصل إلى درجة النفاق يصل إلى درجة التأليه نؤله البشر لنستفيد من بعض عطاياهم ونحن وهم سنكون في الدرك الأسفل من النار كل هذا يحدث ونحن اليوم نخرج عن العالم لنحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم إن أردنا أن نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نفعل التالي أولا أن نؤمن بالله حق الإيمان لا نؤمن به باللسان فقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنه ولكن قلوا أسلمنا ولما يتمكن الإيمان منك يستقر الإيمان في القلب تؤمن به الجوارح ولا يؤمن به اللسان الأمر الثاني وهو طاعة الله ورسوله فقط ثم إن أردنا أن نتيع أولي الأمر ننتيع أولي الأمر الذين يتيعون الله ورسوله ولا نخلق لأولي الأمر طاعة تخرج عن طاعة الله ورسوله الثالثة نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم كان قرآنا يمشي على الأرض هذا هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن الثالثة أو الرابعة أن نعمل العمل الصالح أن نعمل العمل الصالح أن نعمل العمل الصالح ليس فقط العمل الصالح العمل الصالح الفعال الذي يفعل المجتمع الخامسة أن نبني مجتمعاتنا على قاعدة ماذا؟ الحب والإخاء والتواضع والعدل والمساواة أن نعطي الحريات لأبناء شعوبنا ولا نقهرهم ولا نذلهم فالمسؤول خادمنا عند المواطن أن نحب الخير للعالم أجمع أجمع بكل طوائفه وأحزابه ودياناته وقواعده وثقافاته إلى آخره ونحب الحياة لكافة الخلائق أجمعين ونحترم الرأي الآخر ونحترم الأديان والمذاهب ولا يكفر بعضنا بعضا ولا يسب بعضنا بعضا ولا يستعلي بعضنا بعلم أوهبه الله إليه على البعض الآخر أن يكون كل هذا على قاعدة العلم والتعلم والفهم والتفاهم ومحاربة الجهل والفقر والمرض والحرمان أن نحن منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ميلادك أذكر نفسي وإياكم بكلمة قالها عربي من صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسله المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كسرة وكان يعتقد قسرة وهو سلطان فارس أن هذا العربي الأعرابي جاء ليستجدي منه عطاء في المال أو في الملبس أو في الأكل المطعم أو في المشرب لكن ربعي ابن عامر ردل عنه قال كلمات سطرها التاريخ بأحرف من نور الإيمان الذي استقر في قلبه قائلا لقد جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور السلطان إلى عدل الرحمن هذا هو العمل والخلق والقول المستقر في إيمان ربعي ابن عامر أي أن منك نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سنحتفل اليوم بأغنية كنت أنا بفكرها زماني ها بيتقول إيه حلاوة زمان ترلى علوصة حسن وآن الأوان ادلع يا ولا ما ليش دعوة يما هاتي لي حلاوة ما ليش دعوة يما حلاوة حلاوة هو ده اللي هنحتفل بيه على نفس الوصول عالم اليوم أم هنحتفل بشخصية ربعي ابن عامر أبو خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى النور الذي أتى أو أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للبشرية وليس هداية للعرب أو لقبيلة أو لجهة معينة أصبح أصبح الكيد بيننا شديد 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 وأصبح العالم يستهزئ بنا لتفاهة عقولنا وسفاهة أحلامنا في يوم ميلاد الرسول أصلاح 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 أ